مرحبا جميعا وياكم محمد علاء محاضرة جديدة من محاضرات اليميونيتي اليوم إن شاء الله هنغطي النوعية الثانية من اليميونيتي اللي هي الادابتف ايميونيتي فهاي المحاضرة أنا أتمنى أن تقروها ورا ما تكونوا نطلعتوا على المحاضرة مع النيت ايميونيتي نحن نربط بيهن بشكل مباشر في المحاضرة هنتكلم عن الادابتف ايميونيتي شينو هي شينو الكمبوننت مع الادابتف ايميون سيستم ونحن نعلم معها بشكل بسيط شينو الصفات مالته أعيدها مرتيا طبعا بس مرة ثانية يذكرها بشكل مفصل أكثر وراها إن شاء الله هنأخذ أنواع الادابتف ايميونيتي اللي هي الاسم الثاني مع الادابتف ايميونيتي كده نفس الشي وهنا نقسمها حسب هل هي ناتشورول لو ارتفشل نقدر نقسموها الطريقة الثانية اللي هي هل هي اكتف لو فاسف بس يعني موكو ذاك الفارق وراها إن شاء الله هنتكلم عن الانتيجينات هكتلكم شوي عنها بالمحاضرة الفاتحة الآن شنو الصفات اللي تهمنا بيها الانتيجينات وراح نتكلم عن الليبيتو بتفضل صائر محاضرة محاضرة سهلة كسيرة هواية أسهم من المحاضرة القبلها وهواية أهم من المحاضرة القبلها ها المواضيع اللي مذكورة احنا هنا كلنا سيبقنوا إياكم الحاد ما تتخرجون للطبية وراها فاش يقول لك يقول لك من الباريورز مال والننيت الميونيتي خرقا هاب هاب هاتفاعل خلنا نتخيل إنه و إنه هي عبارة عن ذنة الأجزاء فرضا هي هواية أكثر طبعا بس القصد كل هذه المذنة البرتقالية هي مصممة جينيا حتى تستجيب الأنتجين معين فأنا من يدخل الأنتجين Y مثلا الأنتجين Y هيجي ويحفز مثلا هذا الجزء من Adaptive Immunity فبس هذا حيتحفز ممكن مثلا وراها أنصاب بأنتجين X بس هذا حيتحفز وهكذا إذن فأنا عندي يعني فالفارييشن كلش كلش عالي بالخلايا مالتي بحيث يعني تكون مصممة حتى تستجيب الأنتجين واحد فقط أو أنا خلي نقول إنه كل واحدة تستجيب الأنتجين الخاص بها فيقول لك من حيتحفزين حتسوي Elimination of Antigen and Lasting Protection المالتة تبقى ما تروح مثل مثل بيها مامري تذكرون From Future Challenge إن شاء الله بالمحاضرات الجاي إحنا نتكلم عليها بشيء مفصل فعندك شن ال Components مال Adaptive Immune System فال Components مال Adaptive Immune System are الليمفوسايت والأنتجين Presenting Cells الليمفوسايت سيابة هنه شنو؟ T-Cell والB-Cell إن شاء الله سنتكلم شوي عن الB-Cell الB-Cell من تتحفز هي اللي بداية تكون نايف يعني خلنا نقول غير مفاعلة غير محفزة immature من تتحفز تنقسم النوعتي من الخلايا Plasma Cells وممموري سيلز هنجل لها نفد شوية والمحاطرات الجاي أيضا وأنتجين من Presenting Cells اللي عرفناها قلنا هي خلايا أيها القدرة على البلعمة أو مو على البلعمة يعني حسب أيها القدرة على إنه تسوي presentation للأنتجين على سطحة يحاط لك الماكروفايج الB-Cell الدنترتيك سيلز فهنا شوية حاطر لكم صور يعني خارجية هي ومتلقب هاي المحاضرة برسي هنأخذها بمحاضرات جاية بس كمقدمة لكم بعدنا هاي انتجين Presenting Cell هاي شو تسوي عرفة ريسبتر تطلع عليه أنتجينات اسمه Major Histocompatibility Complex بأنواة ما رأى أدخل بيها سنشاء الله نأخذ بعدكم محاضرة فهذا Major Histocompatibility Complex يحط الأنتجين اللي إكله أو استهلكه أو خضاء ماء يحطه على رسال حل خلية فعندك T-Cell Receptor يحفز المتشورتي سيحفز هاي حسب شنو حسب T-Cell اللي عندها الريسبتر الخاص به تذكرنا هاي الدوائر البرتقالية رسمتناها لازم T-Cell عندها الريسبتر وتضبطه بشكل الأنتجين واضح بعد تحفزها حسب نوعية T-Cell وحسب نوعية التفعيل مع الـ MHC هتطيني أما Helper T-Cell أو Cytotoxic T-Cell كل واحدة لها شغل خاص بها ما ندخل به هسه الـ Helper Cell بشكل عام يعني هيتش بشكل بسيط تفرز Cytokines وستاهم بتفعيل غير أنواع عن الخلايا مثلا هنشوفها أنه الـ Helper Cell هتحفز الـ B-Lymphocyte بينما Cytotoxic في وظيفة الأساسية من اسمه Cytotoxic تكتر الخلايا اللي يتعبر هذا الـ Antigen أي أنك فأس هاي الصورة بالنسبة للتفعيل أسألناها كيف تهمنا خلال اللي يتفعى تكتوري سبيكن الـ T-Lymphocyte ثم نجد الفتهم من الـ B-Lymphocyte الـ B-Lymphocyte طبعا هي أيضا Antigen Presenting cell شباب يعني هي معدة نفس الخاصية بالضبط فمن تتعرض الـ FED Matching Antigen Antigen بالضبط والضبط يشبه الرسبتر مالتها اللي على السطحة هتسوي تبلع لهذا الـ Antigen تهضمن وتحط مالتها الأجزاء بما أنه هي Antigen presenting cell وانتحطها تحطها على M-H-C مونيكي والله أنا الماجر هستو كومباتيبولتي كومبلكس نحن أخذها في اللي شوية بتضبط نفس هاي الفكرة احنا نحن نبعه M-H-C وراش حيصى عندك من حطته لهذا الـ Antigen يقول لك هاي الـ Antigen و الـ M-H-C هتجذب هاي الماتشنغ تيسل هتشيكها للـ B-Lymphocyte إنه خاف هاي ما أخذ الـ Antigen مع الجسم ما أدريش إنه ما راح تخل بالتفاصيل كلش إذا شافت إنه هذا الـ Antigen فعلاً غريب وإنه الـ B-Lymphocyte مضبوطة ما بها أي خلل هتقول لها يا ما ستفعله هاي الـ T-Lymphocyte هتفرص cytokines تخلي الـ B-Cell تنقسم تقول لها B-Cell شو الله مضبوط وهذا فعلاً الـ Antigen جاي علش الـ H وهذا الـ Antigen غريب انقسمي وتفعلي فهتنقسم النوعية ما للخلايا إلى Plasma Cell هاي تقدر تكون Antibody يكون يشتغل ضد منه ضد الـ Antigen اللي حفز الـ B-Lymphocyte الأم انتبوا شباب الـ T-Hell Percent ما تحفز كل الـ B-Lymphocyte تحفز فقط الـ B-Lymphocyte اللي عدها الـ Receptor اللي يشبه الـ Antigen اللي يهاجمها أوكي يعني هاي الـ B-Lymphocyte هاي رسي اللي نشرح عليها هي الوحيدة اللي ايتها القدرة عن انه تكون Antibody أو تساهم مضادة للـ Antigen اللي هاجم الخلية اللي بهاي البكتورية أوكي ما تحفز واحد ثاني مثلاً خلنفرض فرضاً فرضاً نفسه هذا خلنفرض انه مالتا الـ Receptor اللي على طوطها شكله هيشي أوكي ما تروح مثلاً تحفز بـ Lymphocyte هاي بـ Lymphocyte ما تروح تحفز مثلاً بـ Lymphocyte الـ Receptor مالتا شكله هيشي واضح؟ أو شكله دائري لازم إلا بالضبط نفس الشكل لأنه هذا الـ Beel Infocyte اللي شكل الـ Receptor مالتها اللي يشبه بالضبط الـ Antigen الديهاجمة هي هاي الوحيدة اللي تقدر تكون Antibody's ترهم للـ Antigen اللي ديهاجمنا فقلنا حتضطينا نوعيتها من الخلالة Plasma Cell اللي تكون Antibody's يقول لك Antibody's هاي الـ Antibody's هتطلع وتشلب بـ بالـ Antigen اللي يحفز الخلية الأم واضح؟ وهذا الـ Antigen Antibody Complex اللي هيتكون من ارتباط الـ Antigen بالـ Antibody ممكن يصلك كثيراً شغلات ناخدها بعدين فعندك هاي الـ Plasma Cell بينما عندك نوعية ثانية ما الخلايا اللي تنتج من انقسام الـ Beel Infocyte هي Memory B-Cells هي عبارة عن B-Cell الضل قاعدة ما تتحفز بس تكون جاهزة خاف مرة ثانية يتعرض لنفس الـ Antigen قبل تتحفز ما يحتاج تمرر لنفس هاي السلسلة من جديد ما يحتاج تنتظر الـ T-Helfer Cell تيجي وتشيك وهي شنو وانتي مال جسم لولا ومدري شنو وتفرز لها سايتوكين وتتحفز لها قبل هاي الـ Memory B-Cells بس تتعرض لهذا الـ Antigen من جديد بالمستقبل خاف مرة ثانية ننصاب بنفس البكتريا والفيروس قبل هتتعرف على الـ Antigen تتفعها من هي مني ام هاوة الطيني Plasma Cells فاني هاي الفكرة مالية هتأخذها ان شاء الله بمحاضرة جايدة مو هل قد فهمتوها بس ها نرطيكم مقدمة هاي المحاضرة صراحة كلش كلش يعني سهلة في رطيكم تفاصيل اكثر فسيقولك الـ Adaptive Immune Defense شنو صفاته Specific واضح فشنو يشتغل على Particular Antigen Antigen معين يحفز جزء معين من الجهاز المنائي حفز هاي الـ B-Cell B-Cell رقم 137 مينما اذا اجي الـ Antigen ثاني حفز B-Cell رقم 721 وهكذا هاي ارقام من يم يعني هي مو مرقمة واضح who are specialized to provide the best protection فكروا بيها هيش شباب يعني انا هاي الـ Specificity و الـ Specialization فكروا بيها انه مثلا داشتغ مثلا أوكي مثلا داشتغ خلني نقول مثلا يعني كهربائي او ميكانيكي او شب شنو فعندي ادال كل مهمة فهي بطلبط نفس الشي كل واحدة من المثلا V-Lymphocyte او T-Lymphocyte هي تشتغل بفد مهمة معين مثلا هاي تسوي response لفلان انتجين هاي تسوي response لانتجين الفيروسي رقم هالقد وهكذا واضح؟ يعني خلنتخيل انه الـ innate immunity كأنما تاكوت ويضرب كل شيء أوكي بينما الـ Specific immunity فلا اكو كومة ادوات كومة انواع من الـ B-Lymphocyte و كومة انواع من الـ T-Lymphocyte يسموهن colonies كولوني أوكي فكولوني A تشتغل بس من يجيه هذا الـ Antigen كولوني B تشتغل بس من يجيه هذا الـ Antigen كولوني C تشتغل بس من يجيه هذا الـ Antigen و هكذا والله شاووا بنات يعني اللي يفتحني بيكم بيس ستشاتشين فاترفون ستشاتشين عنواع اكو شيف نايف و بوننج نايف و و قيلنج نايف و اكو الالافين و كل واحدة ان شاء الله معينة فعين تقريبا 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 بالنسبة الفكرة بعد شنو الـ Diverse in their specificity هاي ان شاء الله ذكرناها هاسا غابل شوية مختلفات ببيناتهم مختلفات ببيناتهم كلما اتعرض لهذا الـ Antigen اكثر كلما مالتي الـ Immune response يصير اسرع اقوى و ادعب ليش لان هاي الـ Memory cells ذكرناها شباب capable of self non-self recognition اذا لا يشتغل طبيعي الجهاز الـ Adaptive Immune response اذا لا يشتغل نورمال و ما بيهم مشاكل يقدر يميز هل هاي الخلية مالتي و مو مالتي واضح هل هذا الـ Antigen مالتي و مو مالتي و self limiting يقدر يوقف روح اذا نجي نأخذ التعاريف بشكل مفصل اكثر انتو يعني مهم ان تعرفون ذنين النقاط يعني شباب خافت ما عرفوا ذلك طورات كومدي بتعداد له او لا ما سين ذنين النقاط مهمات فشي غصيل ب specificity يعني شن specific يقول لك مهم ان يكون specific و مهم ان تكون بها memory ليش هذا هذا الـ يعني شنو حتى يكون يشتغل مثلا مثلا واحد بيئة بهواية نفس الفيروس او نفس البكترية مثلا مكان اندنك اندنك يعني موجود بيه الفيروس او البكترية بشكل طول الوقت فحتى ريضا ينصاب بيه يضل ينصاب بيه بيحتاج يكون specific و عنده memory هذا الـ organism انه هذا هاجم نيابه و بغتعادكم ان انت باريز ضده هو كده diversity حتى تحمي ضد maximum number of potential pathogens يعني خل نجي للمثال ما سجاجين من جديد خل نفرض ان يعني سجينة واحدة مثل كل العراقيين اللي هي chef knife او مثلا ممكن تشتغل كل شيء نوعا ما بس ما تشتغل بكفاءة عالية بينما مثلا ذلك عندي سجينة مثلا deponing knife هاي سجينة ما لنفصل اللحم عند العظم مثلا بالسمج ما سمج باللحوم او مثلا cleaver طبر ما طبر اوكي او مثلا فانت كل ما عندك سجاجينة اكثر كل ما تقدر يعني خلي نقول مهام اكثر فانت هذا ايضا الجهاز المناعي بـ diversity اكثر يعني كلش بـ variations حتى يحمي ضد الماكسيوم number of potential pathogens يعني بين قوسينة مثلا مثلا تشتغلتين حتى يؤدي اكثر عدد ممكن ان الوظائف بعد شنو عندك هذا مهم حتى يسوي most effective defense واضح against the diverse challenge كل سجينة متميزة بصفات معينة هالشي شنو فائدة واذا تميزة بصفات معينة حتى تطيني most effective defense تطيني احسن function احسن شغل واضح مثلا مثلا انا عندي فرضا فرضا خلنا فرض جسمنا هو عبارة عن فد دولة او شي وتعرض مثلا الهجوم فيروسي او خلنا الهجوم خلنا نقول مواد سامة فاكي راح اعين فرقة الحماية ضد المواد السامة مو اعين مثلا فرقة الحماية البحرية او شب شنو بينما اذا عشان هجوم بحري ففرقة الحماية البحرية او هكذا واضح the ability to distinguish between self and non self اتميز هذا الشي دا تعرض لهذا هذا multi لا مو multi يقول لك فهذا يخليه يميز بين invaders والخلايا مال الجسم مالتي اميز هذا ال انسان او هذا البكتريا او هاي الانتيجين هذا الانتيجين ماتل وغريب وهكذا طبع هذا كلش مهم انه يقدر يميزه الشي حتى ليسوا الرياكشن ضد الجسم مالتنا اذا الجهاز المناعي بيخلل ويسوا الرياكشن ضد الجسم مالتنا حيطينا للامراض الامراض الامراض المناعيين 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 يشبه ان هاي امراض ما راح تخل بيهن بارت عندك عندك self limitation self limitation ويحضر يحضر نفسه خاف يتعرض ال for attack جديد او شي يعني انه ميضر مشتو 24 ساعة هذا يشتو منك اتاك من يصل اتاك يرجع ينام وهكذا فهذا نجي للانواع مال acquired immunity فهو يعني يكون طريقتها مالتقسيم يعني يعني تفرعين خلننفض هذا كل ال adaptive or acquired immunity هذا التقسيم وهذا التقسيم فهنا نقسمها حسب x هنا نقسمها حسب y تقدرون تسوها بالعكس انه هنا نقسمها حسب y وهنا نقسمها حسب x اوكي شنو النظام ال x وال y واحدة من عدين هاله هو natural low artificial واحدة من عدين هاله هو active low passive ف natural low artificial natural يعني يصر لي بالحياة الاعتيادية و artificial لا انا اعرض روحي الي يعني مثلا ااخذك يعني انا اخذ انا احفز هالا المناعة احفزها بشكل artificial مثل اللقاحات ما اللقاحات يا برعة شنو ال active وال passive active يعني احفز الجهاز المناعي حتى يكون antibodies الجهاز المناعي ما انتهي ولا يكون antibodies كمثال واضح بينما ال passive لا انا انطي antibodies للجسم انا داخل antibodies للجسم يسموه immunoglobulins by the way antibodies هي اسم يعني يعني ترون تستعملون نفسها كده اسمي ثانية immunoglobulins بس ان انا هو مقسمة حسب يعني تقسيم ال x فرضا انه هو natural لا artificial فنجي natural natural acquired immunity انها يعني تعرضانها بشكل طبيعي باثناء حياتنا obtained in the course of daily life فيقسمها قلنا شنو ال y active لا passive فنجي natural active شنو ال natural active يعني يعني during obtained the course of obtained in the course of daily life وتصير بشكل يحفز جهاز المناعة عمالتي حتى يكون انتباليز بالمستقبل فشنو هاي بيننو تتتعرض الفيروسات او بكتيريا فتتتعرض ال anti genes or pathogenes يدخل للجسم بشكل natural لنجينا هاي natural يا شباب فالجسم يش هيسوي يكون ضد immune response الذين للانتيجينات وهاي يعني منسوي immune response ضدهن فهذا immune response ممكن يضل immunity المناعة عمالتك ممكن يضل طول العمر ضدهن امثلة منعدهن مثلا ذا واحد صابب هذا بخريان او جدر الماء ومامس اللي هو النوكاف النوكاف يس اللي اللي صاير به او ممكن لا يطيك مناعة مؤقتة مثلا الواحد اللي يصير به انفلاوانزا فتصار عنده مناعة ثلاثة شهر اربعة شهر حسنا انتستال انفكشن ازهمينه يعني هسا مثلا بالكورونا يقول لك مثلا اذا انصاب يظل مثلا كم شهر او عنده حماية حسب يعني ثلاثة شهر اربعة شهر حسنا تصار عنده مناعة فهي شنه هي اكتب اميونيتي لاني تحفز جهاز مناعي احنا دامنا نذكره شباب اكتب اميونيتي يعني نتعرض اصابت مايكرو ارغانيزم او باثوجين اوكي بينما الباسف لا انا ادخل الميوني بلوبيلينز الجسمي سواء بشكل ناشرال وهسا نشوف بشلون او بشكل ارتفشل فهذا سواء ناشرالي اكتب بنجيل للناشرال باسف بسا اوكي محمد انت قلتلنه انه الاسف يعني انتي باديز شكوانة ندخل الجسمي بشكل باسف بالله دخلهم بشكل اكتب اوكي اكو عدوية اكو اباركو شغلات ابارة عن انتي باديزش يدخن للجسد اذن يارتفشل يعني ادخله الاني بيدي زيان الناترالي شنون اللي هذا يصير عن طريق الام فالانتي باديز تعبر الشفو انتي باديزي يعبر ان الام للفيتس من خلال اما من خلال المشينة تكون حامل بنا. او البريست ميوك. بالتعريج شنو الكولوستروم. الكولوستروم هو الحليب الاول حليب ينزل او اول رضع يرضع حالطفل. اعتنى الحليب هذا يعني تصار صفاتها يختلفة. يعني الونة يختلف عن الحليب الطبيعي يصار على صفارة اكثر. الكونتنت ما لتتختلف. يسموه الكويت جولد. هذا يعني كلش مهم للمناعة ما للطفل. وكلش مهم الصحة الطفل بشكل عام. فهذا كلش مهم رضاع الطبيعي. يعني هوايا ناس اسسة مولي كالفرا لك ناس عاديين يروجون للرضاع الصناعيين. ممات وممات والسوالب وحليب بودرا. بصراحة مو كلش هالفي. بهوايا يعني سايد افكس او خلينا نقول داون افكس من اخرى. يعني حليب الام هوايا احسن حليب الطبيعي. كلش كلش ركومندد. فإذا عادكم اي احد يعني يريد يرضع ابنه او بنته صناعي يريد يرضع طبيعي. اي هو يحسن لاله او الابنه او بنته. طيعا شنو بما ان هنون احنا ناخذ انتي بوديز. اوكي ناخذ انتي بوديز. فما عندي ايميون رسبونس تو انتي جينز. ما دخلنا احنا انتي جينز وسوت ايميون رسبونس. تكونت عندي ميموري سيلز وبلازما سيلز كل هذا ما صار عندي. مجردان عندي انتي بوديز جاهزة تفتر بدمي. اذا تعرضت للانتي جين مثلا اتمرض الطفل باول فتاة او تعرضت للانتي جين اكو اكو مناعة موجودة عنده من الان. ناتشورل باسب مو هو اللي يكونها. وهاي الامينوتي اريد ان تكون شورت ليفد. يعني تبقى فقط اسابيع الى اشهر. هنشوف انه كل الباسب هي مطول. اوكي شورت ليفد. والبروتكشن تبقى الحد شنو وظيفة هاي المناعة. الطفل اول ما يريد جهاز المناعي ما انت مناظج. فالحد ما يصير لديفلوبمنت زينة نوفوضها هاي تحميد مشي اول فترة. واضح؟ هسا نجي لنوعية ثانية هي الارتيفشل. فالارتيفشل يعني يعني اصويها الروحي. اما باكسين او اميون سيرام. اميون سيرام هو عبارة عن فد مصل بانتيبوديز او اميوني غلوبولينز. فنجي هسا الارتيفشل اكتب. اكتب يعني لازم هو جسمي يسوي اليميون رسبونس. ما انها لازم شه يتعرض؟ ما انها لازم يتعرض الباثوجين. باثوجين او انتيجين بالاحرى. ارتفشل يعني انا يسويها الروحي. فاش وقتا نعرض روحي الفيروسات بشكل ارتفشل او مثلا البكتيريا او اجزاء من عدهن. اللقاحات شباب. باللقاحات. باللقاحات يعني ادخل الفيروس او بكتيريا مضعفة. او ادخلها مكتولة بس عليها يعني اصطح باقي الانتيجينات مالتها. او ادخل اجزاء من عدها اصلا. يسمى موري كونبينت. انها يشتغطوها بعديا. بالفاكسينيشن. بعد محاضرات الفيرولوجي. فبما انه هاي اكتب فجسم هو اللي حيسوي اليميون رسبونس. وهي اليميونة يمكن تبقى مثالها منه اللقاح مع شلل. شلل الاطفال. أورال بوضيو. هذي يخار قطرات او ابر. او ممكن تيمباري. التتنستوكسويد. ما القزاز ما قزاز. هذا التاخذ اللقاحين تبقى عندك مناعة 5 الى 10 اسنين. اذا انا ما غلطان. واضح. فانكو يبقى بطول العمر اكو يروح. مثلا المومس. الميزلز الحصبة. هاي قبل دوار الحمر تطلع عالجلد. هاي مناعتها مستمرة. اذا انت انصابيت بيها مرة سواء بلقاح او انصابيت احد اعداك. فمناعت انصاب بيها بعد مرة ثانية لانتبقى المناعة. يابس سنجد اعداء معناها اخذ. مناعة بقلنا معناها اخذ انتي باديز. واخذهم في شكل اخذ. يعني انا اخذ من الروحي. اذا فاني اخذ انتي باديز. اللي يسمو انتي سيرام. اضرب ابرى بيها الانتي باديز. هاي وانت في نيم. بالحالات اللي اتعرف بيها مثلا التوكسين. عارة انتوكسين. مثلا واحد انجرح قزاز. اوكي. هاي مو انجرح بقزاز. او انجرح مكان بيتراف. يصبح انه ممكن تيتانس. هذي كان ناري فوق قبل شوية شباب. تيتانس. اوكي. فهذا جسمي يعني ما يفيد اطيل لقاح. لعشان هذا هسه هو. التيتانس يمكن هو بكتوري اذا مغلطان. او متأكد صراحة اصال له مقاريها. فهذا لما اذا اطيل لقاح. فلما يتكون. انجرح اميون رسفونز قلنا يطوي لربع تيام او خمسة او ستة. التيتانس توكسويد. طي حظة للمريض. ممكن يموت. اوكي. فاني بسرعة يشتغل. فاني شا سوي. اجي وانطيل. انطيل انتي بادي. يعني هو جسمه. لو مثلا عند. لو اني ما اطيل لقاح قبل. فجسمه من حينيتعرض للتيتانس توكسويد. هيكون انتي بادي ضده. فاني اسبق هاي العملية واني قبل انطيل انتي بادي. فالحف? فهو ذا كرامتلة ثانية. مثلا سنيك انتي فينا. دول اللي تعظم حيني او شي. وينطوهم مضاد مال سم. فهو عبارة ايضا عن انتي بادي لاكثر الاقل. فهذا ارتفشل لاني دعطي. باسف لعم مدات. مو جسمي دي يكون المناعة. اميونيتي شورتليفد. حالة حالة مالي الام. فام ذاك الكاهة. يعني مثلا ثري ويكس الالتاكاتب لي. والهوست اميون سيستم. الجسم ما هيكوون فالرسبونس. اوكي. يعني دعطي الانتي بادي بسرعة تسوي نيوتراليزيشن. او تحطى لهذه الانتي جينات في الجسم ما يتفع ضدها. طبعا هنا كاتب لك انه هين يجيبين ذني الانتي بادي. يكون يجيبين من المختبرات تصنيع مختبري. او انه يعني من السيرة مع الهورسز او الرابيتس. يعني يعطوها ارانب او حصونة. فهي بالنسبة شباب الانواع الاميونيتي. هاي الصور تظهركم بالتقاسيم. يعني بالشكلين. يعني حسب نفس محاضرتكم. ناترال وارتفيشل. نقسم الناترال الارتفيشل الى اكتف و باسف. هاي الى الطريقة الثانية. اكوايرد. نقسمها الى اكتف و باسف. كلها اللي قسمها الناترال وارتفيشل. يعني ما بها شي ما توقع كدا يحتيها. راح اطع قدامكم. تشوفوهن شباب. وقفوا عليها وقلوهن. اوكي. الاكتف لازم نتعرض احنا للانفكشن. اوكي. يجب متعرض للانتجين. الاميونيتي مانتنا هي صلة. بينما الباسف. ناخذها الاميونيتي فروم سموان او سموان او اخذها من امي. او اخذها من الانتي سيرام اللي بي. هاي الصور توضح لكم. ناترال اكتف. يعني قلنا احنا ننصاب بالمرض. انفكشن. ارتفيشل اكتف. لقاحات. ناترال باسف. من الام. ارتفيشل. باسف. قلنا بالسيرام. فان انا مثل. المونكلون الانتيبوليز. يعني هانو ايه يستعملوا. اذا مغلطة عن المونكلون الانتيبوليز. ممكن استعملوا ضد الكانسر. اذا مغلطة. المهم. ما شاء الله. فلسا هنتجين شوية نسولك عن الانتيجينات. اتنا خلص هاي المحاضرة. الباقي ما بيشي. فالانتيجينات. احنا قلت لكم. الانتيجين هو عبارة عن تركيب. عنده القدرة لانه يحفز. وانا انا محدد. كاتب انه. ما شوها. يكون انتيبولي. ما هو ذاك الفرق. فيقول لك. كهوية من الفيتشيرز. اللي هي هتحدد لي. درجة الاميونوجينيسيتي. ما لهذا الانتيجين. يعني عندي. انتيجين هو اي مركب يحفز جهاز مناعي. بس مو كل المركبات تحفز جهاز مناعي. نفس الدرجة. وبنفس القوة. كهوية عامل يحتاج حطب بالي. هي تحدد لي. قدرت تعال انه يسوي. اميونوجينيسيتي. اميونوجينيسيتي. يعني فورميشن. جنيسيس. اميونو. يعني. اميونوجيكا رياكشن. فشنو اول واحدة. الفورينيس. هل هو غريب. يعني. اميونوجينيسيتي. فيقول ليك بشكل عام. بالحالة النورمال. الموليكيول. اللي. اميونوجينيسيتي. اللي الجسم من يشوفها. من. اميونيسيتي. من يشوفها. يقول هاي. ذني. اميونوجينيك. بداخلي هنه مو اميونوجينيك. لازم. حتى تصير اميونوجينيك. لازم الموليكيول. تتعرف. يعني. من يجي الجسم يقراها. على انه. من يجي باع الباج. ما اللي تقول. هذا الباج. اي ما اعرف. او اصلا. ما يلقى. فاني المهمة. هي الحجن. فيقول ليك. المست بوتينت. اميونوجين. يعني. احسن اميونوجين. هنه. هنه. فيقول ليك. الموليكيول. الموليتهم الموليكيولر ويت. اقل من 10.000. ذني. اميونوجينيك. يعني. ميسون ذلك. الاميونوجينيك. الكل شي صغار. مثلا. الموليتهم. اصلا. ميسون. بس. شنو عدنا. في حالة شاذة. اللي هي بعض. الموليكيول. اللي شي سموهم. كان في العلهم. فشي اسم. ذني. مهن. باحدهم. الموليكيول. ميسون. اذا. تقطن في جزئية ثانية. كاريور بروتين. يصنون. ميونوجينيك. فنجي نباعي هنا. هذا الهابتين. موليكيولز السهوة. نضعي طائر ببحدة. إذا ببحدة. ما يسوي. ميونرسبونس. بس إذا راح على فت. كاريور موليكيول. وارتبط بيها. يسوي لي. ميونرسبونس. يعني هذا بين قوسيا. الهابتين. يقدر يضطي للشغلات. اللي ارتبط بيها. انتجينيك فيتش. انتجينيك فيتش. اوكي. هابتينات يعني شغلة حلوة. نحن نستعملها. نقدر نستعملها كأدوية. الهابتينات. انه مثلا. في انواع عن الخلايا. وانواع عن البكتيريا. الجسم ما لا يقدر يتحرف عليها. فاني اطيها. اطي للمريض. فالبروتينات. او موليكيول. ترتبط بهاي البكتيريا. الجسم يعرفها. ويهاجمها. يسوي ضد هميونرسبونس. هس عرفنا شغلتي. عند الحجم. والفورة الناس. نجي شال ثالثة. التعقيد الكيميائي. والهيكلي. الموليكيول. هايا. فيقول لك. نحتاج انه تكون. خلل نقولها المركبات. نسبة معينة للتعقيد الكيميائي. والهيكلي. حتى تصير. تصير. تصير عدها. اميونوجينيسيتي. فمثلا. يقول لك. اذا عندي فد. بوليمرات. سلاسل. متكونة من. امينو اسد واحد. دني مالتني. الميونوجينيسيتي اقل. من شنو. من الهيترو بوليمرز. اللي تحتوي. لا. تحتوي ثمين او ثلاث انواع مختلفة. من الامينو اسد. فكل ما معقد اكثر. فكل ما احسن. الفد درجة معينة طبعا. بعد شنو اللي يفرق. بالدرجة الاميونوجينيسيتي. من الانتيجين. الاميون رسبونس اللي هيكون الانتيجين. الهوست نفسه. الهوست نفسه. يقول لك. انا نجيب. انتيجينات. انتيجينات. نفس الانتيجين. وعطيل. خلي نقول الفد. انامول. يعني نوعيتين من فد انامول معين. نفس الاسبيتشي. نفس الاسبيتشي. بس يعني خلي نقول فرديا مختلفات. اوكي. ممكن ان الانتيجين. يعني نفس الانتيجين. مثلا. الكائنيا. يطلن الانتيجين. مختلف. اذا فالتركيب الجيني مع الهوست. يفرق بالرسبونس شباب. اوكي. يعني. اه. 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 عندما اكون فيد ناس و جماعات معينة للبشر. انها المثال الافتراضي. اه. نسبة اصابتهم. انفد مرض معين. يصير اعلى. او اكثر. معراضين اكثر. انهم انصابون انفد مرض معين. فهذا شنسبة. هو منرفض نفس المرض. صحب يا. هو نفس البكتري. نفس الفيروس. جيناتهم. واضح. بعد شوا anything يضرق لي. كمية الأنتجين اللي تعرضت له منين تعرضت له شو وقته تعرضت له هاو ممكن يثق على فهذا هين يفيدني باللقاحات باللقاحات يعني أقدر من خلال التجارب أقدر أعرف أنه اللي أعرف بها الشخص الفد أنتجين معين حتى حصل أحسن فترة مالوي قايم فالدوز ماللقاح كمثال منين أطي اللقاح أطي قطرات بالحلق أطي أبرة وين أطي الأبرة بالشتف بالفخذ أطي بالعضلة واضح والتاميق ما لأنتجين أطي مرة وحدة بيا عمر إذا أكثر من دوز يعني أكثر من جرعة شو وقت أطي شقد الفرق ببيناتهن وهكذا فيقول لك بما أنه يعتمد على المونت ما لأنتجين ممكن المونت ممكن نسوي يعني أقدر سوي أقدر راني أشتوض عليه بحث يكون شيكل بيرفكت با كيرفلي ديفاين يعني مثلا أشغل أطي وكم مرة أطي وين أطي الروت أو الراوت ما هو وفرط والتاميق وفرط مثلا أشغل الفترة بين اللقاح إن شاء الله بعدين تأخذون بالأطفال يعني مهمة كلش إن تعرفون اللقاحات شنو هنه نطيهم بالعراق وكل لقاح شوكتين نطي ومثلا نفسك ولقاحات النطي أول ما الطفل مريض شنو أول ما الطفل يجي بينما أكل وقاحات لا نطيها الشار التاسع أكل وقاحات ما نطيها الشار القماش أكل وقاحات إذا عبر السنة وما أخذها بعد ما أكذا يأخذها يعني بعد ما تفيدها وهاكذا وكل وقاحات النطي جو الجلد أكل وقاحات النطي بالبشرة أكل بالإنتراد عرمال يعني هاكل هاي طرق إن شاء الله كل تأخذوها واضح It should be noted that it's possible to enhance the immunogenicity of a substance by combining with adjuvant أو adjuvant الadjuvant كما مصطلع هو ها تشوفه في الطب هنا أنا إيجا شنو هو عبارة عن مادة تحفز تزايد الميون رسبونس أو تحسن الميون رسبونس با فاصل تزايد الميون رسبونس أو تحسن الميون رسبونس يعني شنو أنا أريد أصو الميون رسبونس مثلا لقاحة أو شيء فشنو مثلا إذا عطيت البكتيريا باحدها المضاعفة مثلا أو المقتولة أصلا باحدها ممكن يصير عندي immune رسبونس ضعيف إذا عطيها ويمادة ثانية اللي هي الادjuvant حتزايد من قبل مثلا الماكروفايج أو من قبل البيليمفوسايت تخليها خلينا نقول ترتبط تحفز جهاز المناعي بشكل أحسن ضعيف ها ديوفان شباب هي عبارة عن نواد هي بحداتها مو إميونوجينيك ما تحفز الجهاز يعني يعني إذا عطيها ببحدة ما تسوي immune response بس إذا عطيها ويمادة ثانية تحسن immune response ضعيف هسنجي آخر شيء بهذه المحاضرة اللي هو الابيتوب طاني عندي هذا كله هو عبارة عن أنتيجين إحنا قلنا أنتيجين يرتبط بإيش يرتبط عادة أنه بانتيبادي أوكي هذا أنتيجين وهذا العانتين كل أنتيبادي بس هو مو أنتيجين كله يرتبط بالانتيبادي الأنتيجين المنطقة اللي ترتبط بالانتيبادي يسموها ابيتوب اللي هي الإبيتوب يسموها باراتوب أوكي شوفوا بنات فهذا هو الإبيتوب والباراتوب فأني حتى الانتيبودي يتفاعل به الانتيجين لازم البراتوب مالت اللي هو هذا الجزء يتوافق به جزء من الانتيجين يتوافق به الاباتوب فنجي نقرأ فيقول لك هو small part of an anti-gene that interacts with the antibody طبعا الانتيجين ممكن يكون عنده multiple epitopes واضح؟ يعني ما مشاركة تكون عنده ابيتوب واحد نجي نباعي هنا على هذا الانتيجين فمثلا عنده ابيتوب مثلث فرضا فرضا تنحي مو بالبساطة عنده ابيتوب نصدع عنده ابيتوب هذا الشكل ما عرفش اسمه واضح؟ وكل واحد منه أذني الابتوبات فسوى عنده multiple epitopes كل ابيتوب يعني هذا المثلث ما يتفاعل اللي هو antibody A ليش؟ لأن الانتيبودي A عنده باراتوب مطابق اليه هذا النصدع رميت فعلي اللي هو antibody B وهكذا واضح؟ الابتوب يسموهن ايضا anti-genic determinants فيقول لك انا given antigene عنده ممكن several epitopes وكل epitope recognized by different antibody اذا هنه مختلفات الepitopes فالانتيبودي اللي يتفاعلنوا هنه مختلفات وطبعا هذا الانتيبودي antibody A يطلع لي من B lymphocyte يعني من بلازما سيول اللي هي B lymphocyte antibody B يطلع من غير B lymphocyte شباب ذكر الB lymphocyte الطيني نوعية وحدة فقط من الانتيبودي بيها يعني بيها antigen binding site فقط نوعية وحدة وهو على اساسها اصلا انتحفزت تذكرون ببداية منشن ننأشر هنانا واضح؟ كل كولوني بيها شكل معين وهكذا فباسيكلي هاي المحاضرة مانتكم شبابين ما بيها شي عرفنا شنه هي شنه الـ شنه الـ شنه الصفات multi-specificity, diversity, specialization ability to distinguish between self and non-self with self limitation وعرفنا الـ صاحب اسمه الـ حيثينا عليها natural artificial passive active وافتهمنا كل واحدة وشنه امثلتها وراح تكلمنا على الـ لانتيبودي عرفنا شنه الصفات المهمة بيه اللي هي الـ واخير شي عرفنا لبيتوب هاي المحاضرة مانتكم شواب لا أكثر لاقي المحاضرة حلوة كلش مهمة هاي المحاضرة كلش شواب رأيه أهم من المحاضرة قبلها المواده توقع لكم وبسي ثلاثة شباب بداعتكم ما يسوأ لو استفسار تلقوني على الـ حساب ينذني هذا حسابي الرئيسي هذا حساب الطلاب بداعتكم شي كلش مستعجل للزهنة ريكمنديشن مع الأغنية سي دي باي براين ديفيد قيلبت قيلبت؟ قيلبت المهم براين ديفيد قيلبت وحنا نطقي شاصيات اللي عن نت برايه عندها قناة على اليوتيوب كلش حلوة سي دي هي الأغنية خللنا نقول الـ ما الفتسلسل مع الفيديوهات السابعة اسمها دانسز موفينغ قد تبين ويرد أو سخيفة أو غريبة بس كملونا للنهاية سبع الفيديوهات تقليل من مجموحة كلها يمكن من نص ساعة كلش حلوة إذا تريدون بعض أغاني تلقوهن هنا شباب إذا عادكم أي استفسار أو سؤال تلقوني هنا Good luck Have fun ونشوفكم بالمحاضرة الجاية Bye